أعوذ بالله من الشيقان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في يعناقهم أغلالا فهي إلى الألحان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا يبسيون وسباء عليهم أنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشر رحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأدر كريم إلا نحن 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 الموتى ونكتب ما قدموا وآسابهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فأغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم السليف كذلوهما فعزتنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكربون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البناه المبين قالوا إلا بطيرنا بكم ليلا تنتحوا لنرجم أنكم ولا مسلكم من عذاب عليم قالوا قائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرشون وجاء من أقسى المدينة غدل يسعى قال يا ليك قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدغوا وهم محتدون وما لي لا أعبد لي فطغني وإلي ترجعون أأتقل من دنيا لحدا إن يرد الرحمن بغلتون عني شفاعتهم شيئا ولا يمكنون إني إذا لفي غلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليك قومي يعلمون بما غفغ لي ربي وادعلي من المكرمين وما أنزلنا على قومي من معدي من جلد من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صحة واحد فإذا هم خواهدون يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستحيون ألم يروا كما أحلكنا قبلا من الدون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما دمعوا لدينا مخرون فآية لهم الأرض الميتة وحييناها فأقضنا منها حبا فمنه يحلون وادعلنا فيها جنات من نقين وعناب مفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمغه وما ملك ويدهما فلا يشعون سبعانا الذي خلق الأزباد كلها مما تنبدوا الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم لنسلق منه النار فإذا هم مولدون والشمس تدري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقوى قدرناه منازل حتى عادك العودون القديم للشمس ينبغي لها أن تدري قلق القمر وللي بسابت النار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملا زرية في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأنه غرق لهم فلا صريق لهم فلهم ينقرون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما عزقكم الله قال الذين تفغوا للذين آمنوا ونطعهم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في علان مبين فيقولون متازا بعد إن كنتم صادقين ما ينجرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلههم يرجعون فنفق في السوء فإذا هم من الأنتاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما معض الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جريعا لدينا محلقون فاليوم لا تغلمتهم شيئا ولا تجدون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم فأزدادهم في غلاء الأغاية متكئون لهم فيها فاكعة ولهم ما يدعون سلام قودا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجربون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعمدون الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن يعمدوني هذا سراط مستقيم ونقد أغل منكم جبلا كثيرا أفلن تكون متعقلون هذه جهنم الذي كنتم تعدون لو اليوم بما كنتم تكفون اليوم نأتن على أفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستنقوا السراط فأنا يكسبون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فمسقا عمريا ولا يرجعون ومن وعنقه نكثه في القلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرعان مبين لننصر من كان حيا ويحق القوم عن الكافرين أولم يروا أننا قلقنا لهم مما عملت أيدينا أم عاما فهم لا مالكون وذلناها لهم فمنها ربوكم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارك أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلئة لهم لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محجرون فلا يحكم قولهم إنا معلهم ما يشكرون وما يعلمون أولم غل إنسان أنها قلقناه من نطبة فإذا هو خسير مبين فغرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام من يغنيم قل يحيي الذي أنشأه المرض وهو بكل خلق عليم الذي دع لكم من الشدر الأخضر منهم فإذا أنكم منه توقدون أوليس الذي قلق السماعات والأرض قادم على أن يقلق مثلهم بلاه هو القلاق العليم إنما أمره إلا أراد شيئا أن يقول لهم فيكون سبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر